ألف وبروك للجماهير النادي الأهلي فوز فريق 2006 وبطولة الجمهورية يعني معنا القائم مهمين جداً عقب انتهاء اللقاء كابتن علاء نبيل مدير القطاع الناشئين بنادي زد وكابتن خالد بيبو يعني أعتقد ده كابتن أنه دور روح الرياضية للمطلوبة واللفطة طيبة جداً من نادي زد النهاردة عمل ممر شرف فريق النادي الأهلي يعني تولي على النهاردة وتتوجي نادي الأهلي بالبطول أولاً بنبارك طبعاً لنادي الأهلي بطولة 2006 وبنشكر الكابتن خالد على الاستضافة الجميلة وعلى اليوم الجميل اللي احنا قضناها بجد يعني كل حاجة حالوة مباراة جميلة كان أقل حاجة نعملها النادي الزد اللي احنا بنعبر عن تقدرنا النادي الأهلي وبنكرم اللعيبة بعطوة المسابقة شهادتها منتخب يعني 2006 في الناشئين يعني فيش مسابقة مستمرة لغد الوادي لكن طبعاً موجود كبير جداً أنا شايف أن الفريتلي كان بلعابه النهاردة فيه معدد كبير جداً من لعيبة المميزين اللي هيكون اليوم شأن كبير جداً في الكرة المصرية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي وبعد ذلك كابتن خالد نهاردة يعني بوشة خير كده اليوم اللي اتنين إن شاء الله تبقى يعني تبقى كده تفاقل إن شاء الله نبارك للنادي الأهلي في فوز وبطولة أفريقيا إن شاء الله كابتن يعني هذكر للك بعك طويل جداً في المنتخبات وكلمت على مين يعني قوام المنتخب 2006 تقريباً من موظمه من نادي الأهلي ونادي الزيد يعني شايف مصابر القرارة المصرية زي خاصتها مع موارد 2006 لا فيه ملعبة مميزة فعلاً يعني فيه ملعبة مميزة جداً لكن هي بقى النقطة نقف عندها إزاي نحافظ على هذا الجيل بعد انتهاء المسابقة هاي دي مشكلتنا اللي المسابقة بتخلص من هنا ونفضل القصة ونفضل الجهاز واللي يلحى بقى واللي يكمل ولي ما يكملش لابد من السياسة الجديدة اللي موجودة اللي هي اللازم تتعامل للوقتي اللي نحن الناس كلها بستنية ايه التغيير اللي هيحصل التغيير اللي لازم يحصل اللي هو الاهتمام بمسابقات الناشئين وبالمنتخبات ووضع استراتيجية كبيرة جداً وسيستم عشان خاطر الفترة اللي جاية كل جمهور وكور مصر بستني ايه الجديدة اللي يتعامل لان بأمانة يعني اللي شفناه مع المنتخب الاول هو نفس الجيل اللي بيلعب بقاله خمس ست سنين اتغير عليه خمس اجهزة اه كل مرة بنغير جهاز ونجيب جهاز الموضوع مش موضوع جهاز الموضوع الجيل ده يعني حنكمل بيه لكن لابد من هو تواصل اجهال ويبقى فيه اه اللعيبة جديدة يعني شكراً كابتن عليها ونورتها نورت النادي لأي منبرك لكم منبرك كابتن خالد وبشكره على الاستطافة الجميلة وسلام الجمال في السعودية ان شاء الله شكراً شكراً كابتن خالد بيبرايس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ألف مبروك الفوز بالبطولة فرقة اعتقد يعني حقاية اهدافها انها مستقبل النادي الاهلي وكمان اعتقد منتخب مصر قوام الاساسي كله من النادي الاهلي طبعاً في البداية بشكركم وبشكر ناد زيد والكابتن علاء طبعاً النهاردة كانوا موجودين في الملعب وعملوا ممرش للولاد عندنا وهو ده اللي احنا عايزينه من الرياضة يعني الولاد من الصغر كده يعرفوا ان يعني الكرة مكسب وخسارة والبيكسب نقول له مبروك والخصي بنقول له هارد لك البطولات جاية وشغالة وزيما كان كابتن علاء بيتكلم يعني طبعاً يعني بشكره طبعاً وعمل يعني عمل زيد عنده عنده قطاع ناشئين محترم وفضل معانا لغاية الاخر هو جاهز نفسه كويس أو ما بينه الدورين إنما الحمد لله احنا قدرنا ناخد البطولة والفرق دي تاني تاني سنة وارا بعض بياخدوا البطولة هو كلم في نقطة مهمة جداً فكرة إن أنا بعد ما بعد البطولة بتاعتهم متصفية لو خرجوا ده ممكن يعني ممكن الفونسيتا دي ما تكملش لازم البلان يبقى واضح ما فيش لعيب كرة بيتولد كبير يعني فيش لعيب كرة بيصحى منهم يلاقي عنده 22-23 سنة يلعب كور لازم بسببات الناشئين ده يبقى فيه اهتمام بشكل واضح ويبقى ليه استراتيجية لفترة طويلة عارف مسابقاتك عارف قواعدك عارف عارف لوحك اللي بتنظم البطولة عارف زي تحافظ على مجموع من اللعيبة اللي طلع من الناشئين يعني الموضوع محتاج شغل كتير مننا عشان نده نحافظ على المواهب اللي بتطلع من السن الصغير وهو ده اللي هيبقى قوائم المنتخبات وقوائم الفرقة بعد كده انت ما تبصص للولاد صغيري انه هو بيلعب كورا خلاص لا هو لازم يبقى بتأسس كواس قوي بيشتغل عليه كواس جدا ولازم اللي بيدير المنظومة هو لازم يبقى بيفكر ازاي نحافظ على المجموع من اللعبين احنا نساعد احنا كنادي اهلي اول واحد يمشي في التراك واول واحد انه هو يساعد المنظومة ازاي تنجح ازاي نحافظ على ولادنا ازاي نعب مسابقة يعني مسابقة طولة جدا جدا احنا النهاردة اخر شهر خمسة ولسه بنلعب بطولة الولاد بيمتحنوا بيجوا على التمريب فالموضوع محتاج ان احنا نبقى مترتب بشكل كويس جدا فرصة يعني ان احنا نعمل مسابقة كويسة وننتهي بقى من التزوير والتسنيم يعني محتاجة شغل ويعني كلنا محتاجين ان احنا نبقى في منظومة جيدة لقطاعات الناشئين في مصر وانا اول واحد مستعد لأي نظام هيتحط احنا هننفزه وانحنا هنشغل عليه ان احنا احنا ازاي نعمل عندنا ناشئين كويسين جدا بيستفاد بيلعب مطسوات المناسبة بالنسبة له بياخد الراحة المناسبة بالنسبة له بيعفعيش مع مع أسرته يبقى الدنيا بالنسبة لنا كلها مترتبة من بدري يعني الغد النهاردة مثلا اخ شهر خمسة والبطولة خلصت ما عرفش عامل السنة جاء ايه البطولات اللي هنشغل فيها ايه الاعمار السنية اللي هنشغل فيها ايه اللي هنشغل في جمهورية ايه اللي هنشغل في منطقة حاجات دي كلها كانت لازم تتحضر من بدري انا عاضر طبعا مش بلومهم يعني هم جوموا على حاجات كتير قوي بس يعني لازم يبصوا للقطاع القطاعات الناشئين في الفترة جادي وانا مستعد ان انا نعمل اي حاجة عشان نساعد حتقولي الولاد دلوقتي خاصة بعد موصل زي ما حالك قلت من الأطول المواسم وكان في وسط امتحنات سواء امتحنات منتصف العام او كمان امتحنات اخر العام اللي تقريبا نكون موظموا بيمتحها لفترة دي بقول لهم مبروك عملتوا جيم كويس جدا في حاجات كتير قوي قوي ايجابية هنشغل عليها ونزودها والحاجات السلبية هنشغل ازاي نحسنها ونبقاش موجودها معنا احنا النهاردة احتفلنا بالالفين وستة لان التاني بطولة على التوالي السنة اللي فاتت خاد البطولة والسنة دي بياخد البطولة وده نهاية الموسم فهم حظهم يعني انهم اخر ماتش بيلعبوه فهم احتفلنا بيهم وهم صراحة يعني فرا كويسة وفيها مجموعة كويسة يدوبك ياخدوا راحة عشان عندهم منتخب فهم مكملين يعني الدنيا بالنسبة لهم تبقى صعبة جدا يعني هرجعوا متخب على بداية دوري فربنا يكون فعونهم فعشان كده احنا بديناهم راحة سلبية يروحوا ينبسطوا اللي خلص امتحنات و اللي مخلص امتحنات ربنا يكرمهم ان شاء الله كلمة باحلك تقول الكل اللي لعابي قطاع الناشئين النادي الاهلي يعني سألة تقول هل من نهاردة كابتن خالد بيب رئيس قطاع الناشئين نابرلاندي الاهلي اه اقول له انت بتلع في النادي الاهلي وكونك ان انت بتلع في النادي ده موضوع مسهل موضوع صعب جدا كام واحد عايز يخش في النادي الاهلي مش عايز يعني مش عايز اقول الارقام لا ناس كتير قوي نفسها تاخد الفرصة بتاعتك ونفسها ان هي تبقى موجودة جوه النادي الاهلي في مواهب كتير قوي ممكن احنا ما باش شايفينها هنحاول وندور عليها في كل مكان حافظ على مكانك دي ان القطر بيبقى ماشي واللي هينزم القطر هيعدي يعني انا بحاول بقول الولاد كبير طول الوقت انت بتلع في النادي لازم تحافظ على النعمة اللي ربنا اديها لك من صغرة كده لازم تبقى تكتهد وتتعب عشان تحافظ على مكانك جوه النادي الاهلي موضوع مش سهل موضوع صعب جدا وربنا يكرمه بقول لهم انتو تعبت وكان موسم متعب جدا بالنسبة لنا لانه كان موسم طويل حققنا حاجات كويسة حققنا 2008 وال2007 وال2006 ونفسنا لغاية الاخر مبرار 2001 وال2003 وال2005 كنا بننافس يعني الخطاع الوحيد اللي كان بينافس بستة فرع على كل البطولات يعني حققنا اللي درنا نحققو وكننا شغالين على كمان على حاجات كتير قوي لعبة عندنا خرجت للاحتراف لعبة خرجت للاعراض فكرتنا نمر واحد الناس زي ان انا اعمل لعيب يفيدي النادي الاهلي مش كلها ان انا اخد بطولة خلاصة ان انا اعمل لعيب كويس ان هو يفيد النادي الاهلي ده بالنسبة لنا خلى summd ب понимаю الح见 لن اخذ لك شكرا اسامي ذكأت لقاتنا مع كبتين علاء نبيل رئيس قطاع النادي زيد رسالة رسالة مهمة جدا عن ال required رضياء خاصة في قطاعات النادي الس HAS مهمة جدا من كبتين خيب رئيس قطاع من النادي الاهلي لكل النادي الاهلي وكنت